أسرار الفضاء العميق اكتشاف المجهول في الكون الواسع ده المكان اللي فيه النجوم بتتولد والمجراد بتتصادم لسه فيه أسرار كتير شاغلة البشر من زمان من المادة المظلمة اللي بتممسك الكون كله لحد الثقوب السوداء الغامضة اللي بتببلع كل حاجة في طريقها الفضاء لسه أكبر لغز قدام العلم تعالوا معنا في رحلة الاكتشاف أسرار الكون والإنجازات العلمية الرهيبة اللي وصلنا لها بعيدا عن كوكبنا دايما كان بيشد فضول الإنسان الحضارات القديمة كانت بتبص للنجوم وبتعمل أساطير وحكايات عشان تفسر الظواهر السماوية اللي شافوها النهاردة العلم الحديث بيسمح لنا نغوص في أعماق الفضاء أكتر من أي وقتين فات بفضل التطور في التكنولوجيا والفلح قصة استكشاف الفضاء بتبدأ مع الرواد اللي كانوا أول من طلعوا برى كوكبنا في أهل 9 سنة 7 سنفين الاتحاد السوفيفيتي أطلق سبوتنيك أول قمر صناعي يدور حوالين الأرض الحدث ده كان بداية عصر الفضاء وفتح الباب للسفر البشري في الفضاء وبعد أربع سنين يوري جاجالين بقى أول إنسان يسافر للفضاء ويدور حوالين الأرض في مركبته الفضائية الإنجاز ده ولع سباق للفضاء بين أمريكا والاتحاد السوفيفيتي لحد ما وصلنا لمهمة أبولو إيلاش في ألت سمنت ستسين لما نيل أرمسترونج وباز ألدرين حطوا رجلهم على القمر مع توسعنا في استكشاف الفضاء فهمنا للتون زاد واحدة من أكبر الإنجازات كانت إطلاق تليسكوب هاب الفضائي في ألت سمنت ستسين التليسكوب ده اللي كان فوق الغلاف الجوي للأرض صور لقطات مذهلة لمجرات بعيدة وسحب غازية وعناقيد نجمية اكتشافاته غيرت معرفتنا بالكون وكشفت عن عمره وتمدد الكون ووجود الطاقة مظلمة الطاقة المظلمة دي اللي بتخلي الكون يتمدد بسرعة لسه واحدة من أكبر الألغاز في علم الكونيات العلماء بيحاولوا يفهموا دورها في مصير الكون سواء كان هيكون فيه تجمد كبير تمزق كبير أو انكماش كبير جنبها عندنا المادة المظلمة اللي برضو بتشكل حوالي 27% من كتلة الكون لكن ملهاش أي تأثير على الضوء لا بتعكسه ولا بتمتصه ورغم كده تأثيرها الجاذبي بيأثر على المادة اللي بنشوفها وبيشكل المجرات ومن ضمن الظواهر اللي بتخطف الأنظار هي الثقوب السوداء مناطق في الفضاء الجاذبية فيها قوية لدرجة ان حتى الضوء مبيعرفش يهرب منها العلماء لسه بيتعلموا كتير عن الثقوب السوداء وده ظهر لما صوره أول صورة لثقب أسود في 2019 باستخدام تليسكوب أفق الحدث واللي أكد لنا كتير من نظرية أينشتاين عن الجاذبية وبعيد عن المادة المظلمة والثقوب السوداء البحث عن حياة خارج كوكب الأرض لسه شاغل العلماء اكتشاف الكواكب اللي بتدور حوالي النجوم تانية المعروفة باسم الكواكب الخارجية فتح باب جديد لاحتمال وجود حياة في مكان تاني في الكون بعثات زي كيبلر وتيس التابعين لناسا اكتشفوا آلاف الكواكب دي وبعضها موجود في مناطق ممكن تكون صالحة للحياة المريخ جرنل قريب كان دايما محور البحث عن حياة تانية العربيات الروبوتية زي كيريوسيتي وبرسيفيرنز بتدور على أدلة على وجود حياة قديمة أو حالية هناك اكتشاف مجاري أنهار قديمة ومياه متجمدة وجزيئات عضوية على سطح المريخ زود التكهنات بوجود حياة ميكروبية رغم أننا اكتشفنا حاجات عظيمة في الفضاء رحلات الفضاء ليها مخاطر كبيرة الفضاء كاسي بدرجات حرارة متطرفة وإشعاعات وجاذبية ضعيفة وكل ده بيأثر على صحة الإنسان عشان نقدر نعمل رحلات طويلة للمريخ أو أبعد لازم نطور أنظمة دعم حياة مستدامة ونلاقي حلول للحماية من الإشعاع مع المستقبل برامج زي أرتميس بتخطط ترجع البشر للقمر بحلول 2000 أو بابرا عاشي وده هيكون تمهيد لمهام بشرية للمريخ شغفنا لاكتشاف أسرار الكون مستمر ودائماً بيشجعنا على أننا نحلم كبير وندور على إجابات للأسئلة الكبيرة اللي بتحدد وجودنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد عن قصص استكشاف الفضاء وأسراره شاركنا رأيك في التعليقات إيه أكتر أسرار الكون اللي شغلاك